ينضم إلينا من لندن علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة السودانية أهلا بك سيدي بداية ما هي أهم أولويات المجلس العسكري السوداني اليوم عندما ثار الشعب السوداني وأجمع على ضرورة إزالة نظام الإنقاذ وتصفية كل أركانه ومؤسساته ورموزه هذه أهداف السورة الأساسية وقام المجلس العسكري الآن في صورته الجديدة أنه قام مجلس العسكري قبل يومين ورفضه الشارع السوداني واضطر بعد أقل من يومين في أن يتنازل ويأتي رئيس جديد للمجلس العسكري مهمة هذا المجلس العسكري إن كان فعلا يعبر عن إراقة الأمة هو تنفيذ ما يريده الشعب السوداني كأولوية تصفية نظام الإنقاذ رئيس المجلس اليوم في خطابه قال هو سوف يعمل على اجتساس مكونات ورموز النظام الإنقاذي هذا جميل ولكن كان عليه وإذا كان فعلا جادا في تنفيذ هذا أن يبدأ بتنفيذ مكونات بتصفية مكونات نظام الإنقاذ أولى مكونات نظام الإنقاذ والمؤتمر الوطني نفسه لم يصدر أي قرار بحل المؤتمر الوطني كان ينبغي أول قرار يصدر أن يحل المؤتمر الوطني ثانيا هناك أجهزة أمنية جاءت كمؤسسات لنظام الإنقاذ وفي خدمة الإنقاذ وهي مؤسسات تقوم على فكر عقائدي إسلاموي كالدفاع الشعبي هل تعتقد أن هناك تباطئ نوعا ما في هذه القرارات؟ لا هذه البداية البداية كان ينبغي أن تحل المؤتمر الوطني ثانيا أن تحل الدفاع الشعبي ثالثا أن يحل الأمن الشعبي ويحل الشرطة الشعبية هذه المؤسسات مرتبطة بنظام الإنقاذ المندحر للبداية هذه مكونات هذا النظام ثالثا هناك رموز لنظام المؤتمر الوطني كان ينبغي التحفظ عليها وإعتقالها توطئة لمحاكمتها هو قال إنه سوف يحاكم الفساد والذين ارتكبوا جرائم قتل هناك جرائم غير ذلك أيضا موجودة هي أول حاجة قيام الإنقلاب في حد ذاته في 3689 ده أمر مخالف للقانون السائد في ذلك الوقت وبداية المحاسبة تحاكم الإنقلاب والذين قاموا وخططوا لذلك الإنقلاب ده أول حاجة الموجودة هناك جرائم كثيرة أيضا ارتكبت جرائم سياسية كتمزيق الوطن تمزيق النسيج الاجتماعي الحروب التي جدت أليس من المبكر الحديث في محاسبة الفسدين والمجرمين والذين سيثبت تورطهم في قتل المتظاهرين الآن أليس من المفروض الحديث هنا عن الحوار بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المعارضة هي أساسا هناك أهداف سابطة وواضحة ومعلنة منذ أربع شهور للثورة الشعبية قيلت في أكثر مرة مئات الندوات البيانات المختلفة واضحة جدا القوات المسلعة عندما تحركت تحركت بناء على الثورة الشعبية وهدافها الواضحة المعلومة عندما تحركت القوات المسلعة كانت تتحرك أساسا استجابة لمطلب الشعب وحيازا لمطالب الجماهير نحن لا نريد أن نناقش المؤسسة العسكرية فيما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن لا يكون الثورة حددت أهدافها وحددت مسارها هو الآن في بيان الرئيس المجلس العسكري الآن قال كلمات من أهداف الثورة منها اتساس نظام الإنقاذ ورموز الإنقاذ كلام جميل لكن كان مبارئ في نفس اللحظة هناك أوامر دستورية تصدر فورا حل حزب المؤتمر الوطني حل المؤسسات الأمنية المرتبطة بالمؤتمر الوطني لا أتحدث عن المؤسسات المرتبطة بالدولة أنا أتحدث عن المؤسسات المرتبطة بالمؤتمر الوطني كالدفاع الشعبي كالأمن الشعبي كالشرطة الشعبية دي أشياء مرتبطة بالمؤتمر الوطني هناك الحركة الإسلامية هي مرتبطة أيضا بالمؤتمر الوطني وزلت تدعم نظام الإنقاذ وتدعم رئيس النظام المؤتمر الوطني أساسا أساسا تحل هذا لأشياء أساسية كما قال رئيس المجلس العسكري لابد من اجتساس هذا تعبير قاله اجتساس مكونات ورموز نظام الإنقاذ هذا جميل لكن تنفيذ هذا ينبغى أن تعلن فورا ما ذكرته أنا طيب ماذا إمكانية ذلك اجتفاف هذه الرموز التي تكلمت عنها ونظام الإنقاذ مدنية المجلس العسكري في إبداء حسن نيته لهذا الهدف الأول للشارع السوداني وأيضا القوى السياسية هو موقف حسنية مقدر هذا موجود لكن أساسا عندما قامت الثورة قامت على أساس حكم مدنية ليس حكم عسكري نحن لا نبغي حكم عسكريا نحن نريد حكم مدني الديمقراطي تعددي يحقق هذه الأهداف المجلس العسكري هو أساسا دوره أن ينحاز إلى الثورة ينحاز إلى الشارع يعمل على تأمين الثورة هذا هو الدور الأساسي ولكن ليس المجلس العسكري يعني هو الذي يحكم وهو الذي يقرر نحن لا نريد حكم عسكريا يحكم السودان وإنما يريد حكم عسكريا يعمل على تنفيذ أهداف الثورة الشعبية في إقامة الحكم المدني وهو يقوم كصمام أمان لهذه الثورة ودعمها وفي أشياء معينة يستطيع العساكر يقوم بها أكثر من مدنيين أساسا زي ضبط الأمن العام حماية الوضع العام في السودان هذه يستطيعون أن يقوموا به العساكر أساسا بوصفهم جيش له قوة وهو قدرة في هذا نحن طبعا ما تم الآن خيره بكثير مما صدر قبل يومين من سلفه والذي كان رمزا من رموز الإنقاذ والنايب الأولى للجمهورية يعني هناك تجاوب يعني هناك تجاوب مع القوى السياسية ومع الشارع السوداني المتوقع الآن بعد الاجتماع بعد الجلوس مع القوى السياسية بعد الجلوس مع القوى السياسية ينبغي أن تنفذ كل أهداف الثورة الشعبية التي أعلنت عبر الاحتصام الشعبي الذي يعني انتظم أكثر من خمسة مليون سوداني وكل مظاهرات التي يعني اتاحت كل مدن السودان كل ولاية السودان أسهل الشعب السوداني أجمع على ضرورة تصفية نظام الإنقاذ ومحاسبة ومحاكمة كل من أجرم بحق الوطن السوداني ولابد من إعادة بناء المؤسسات كلها وتطهيرها من الرموز الإنقاذية وإيقاب ووصول إلى سلام بالنسبة للجهات التي تحملها السلاح في دارفور وفي جبال النوبة والنيل الأزرق لابد أن نصل إلى سلام دائم مع هؤلاء الناس وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا ورفع الظلم عنهم لذلك نحن بنطلب إعادة هيكلة كالدولة بإقامة نظام فدرالي حقيقي يبدأ منذ الآن نظام فدرالي حقيقي بين أقاليم ستة سيد حسنين الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها ألية تشكيل هذه الحكومة في ظل رفض القوى السياسية لهذا المجلس العسكري الآن نحن هم المجلس العسكري ما كقوة وصلت الآن إلى السلطة وبدأت تعلن بعد الأمور الإيجابية وتفكتت عن كثير من الأمور غير الإيجابية أساسا نحن اليوم في حوار حيتم بين قوة التصام قوة الشارع السوداني المتفض مع المجلس العسكري ليرى إلى أي حد يعني تكون المجلس العسكري مستجيبا لمكتلبات الشعب السوداني أساسا دي حيصل هذا النقاش وسوف نحدد موقفنا النهاية على ضوء هذا الحوار الذي سوف يجري الآن بينهم لا بد من تحديد صلاحيات المجلس العسكري يعني أي صلاحيات المجلس العسكري هو سلطة حاكمة سلطة سيادية سلطة أمنية يعني أي سلطاته وما هي سلطات الحكومة المدنية وكيفية التعاون بين هذا وبين ذاك وما هي سلطة تشريعية أساسا هل السلطة التشريعية تترك للنظام المدني أم تترك العسكر أم خليطه بين هذا وبين ذاك هذه أمور لا بد أن تناقش بوضوح تام لكن الأمل والطموح كان أن القوات المسلحة تنحاز إلى الشارع وتسلم السلطة إلى حكومة مدنية كاملة هي التي تتولى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وإجراء المحاسبة التامة والكاملة وإعادة بناء الوطن والخدمة المدنية وإعادة بناء القوات النظامية القوات الأمنية تحقيق السلام في ربوع السودان المختلفة هذا أمر ينبغي أن تتولاه السلطة المدنية ولأنها نحن برامج نحن في الجفة الوطنية عريضة عندنا برنامج عندنا دستور انتقالية كصدة لكل القضايا عندنا قانون للمعاقبة الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الإعلامي عندنا قانون لتنظيم الأعزاب السياسية لتكون أساسات ديمغراطية بعيدا عن الشعوزة الدينية وبعيدا عن الوصاية نعم سيد علي وأن تكون أساسات ديمغراطية حقيقية عندنا برنامج متكامل نريد أن نطرحناه على الشعب السوداني ولازمنا نطرحه على أي سلطة وضحت صورة سيد علي محمود حسنين شكرا جزيلا لك علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة السودانية كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لما تفضلت به